حياكم الله نحن نتواجد الآن من أمام قبر يوسف كانت هناك دعوة للصحفيين صباح هذا اليوم من قبل وزارة السياحة والأثار للدخول إلى قبر يوسف مقام يوسف لمعرفة التفاصيل التي أجريت داخل القبر أو المقام هناك إجراءات إسرائيلية يبدو أنها جديدة ومنها ما هو قديم تمت داخل قبر يوسف ويبدو أن هذه الإجراءات حصلت لتناسب الرواية الإسرائيلية منذ عام 2003 قاموا بتغيير اتجاه رأس القبر اليوم وجدوا وزارة السياحة والأثار وجدت أنهم غيروا أيضا داخل القبر في بناء درج ومغتص لمزيد من التفاصيل ومعرفة ما الذي حصل نذهب إلى مهند صائل مدير عام الشمال في وزارة السياحة والأثار مرحبا أعطيك العافية إلى كل جهور المشاهد اللي حصل أنه المستوطنين عملوا عبث في المكان وغيروا عليه تغيير كله بإحداث درج ومغتص وهذا المغتص مغطى بشوادر سوداء وحجارة والباب بالدرج عاطين عليه باب سري يعني بركة مغتص بركة وعليها غطى وكيموها بحطوها ما أنت ما بدهم وعملين درج وعطينه غطى سري بيسحبوا الغطى السري وبطلعوا الضرج ومنجلوا منه هذا التغيير رفضته الشؤون المدنية وهذا توصلنا اليوم مع الشؤون المدنية وعطونا الحق بتصريح كامل عن الموقع ودون الرجوع إلى أي أحد حتى الشؤون المدنية نفسها طيب ما الذي حصل أنه دعوت الصحفيين وبطل الممنعونين لندخل ما بعرف شو يصير في نابلس أنا ويعني أنا تمنيت أنه نكون مفتوح أستاذ برجكم على الأرض الواقع ولكن هناك ضغط سياسي يبدو عنه عن المحافظ ما بعرف بس الشؤون المدنية صراحت لنا يعني كامل الحرية أنه نعمل بالنيا يعني الشرطة اللي هون بقولوا جيبوا تصريح من المحافظ أنتوا ما توجهتم المحافظ سابقا إذا أنا أحكيت مع رأسي الهرم مع الشؤون المدنية المسؤولي عن الموقع وهي اللي بتتنصق إنا يعني حكينا مع وكيل وزارة الشؤون المدنية وحكينا مع مدير الارتباط في نابلس وجينا إحنا إياه وعيننا الموقع وقال بالحرف الواحد إحداث تغييرات جوهرية على الموقع هو شاف في عينه تم إحداث تغييرات جوهرية على الموقع لتناسب الرواية الإسرائيلية نعم وعندنا الطورات ونحن لا ندخل الطورات الكرآنية يعني إحنا ما ندخل القرآن في رواياتنا إحنا البحث علمي منحفر من الكفخار الفخار اللي وجدناه هون فخار إسلامي لا فيه فخار إسرائيلي ولا فيه أي فخار يمط إنهم بصلة يعني الفخار اللي قراءناه إحنا هون القراءات كلها فيه كان عاني في تلب الله الطاشا كيم وعندنا هون في حد الكبر لقينا فخار إسلامي فقط لا غير نعم